هذا وتنطلق غدا فعلية احتفالية يوم المدن العالمي بمدينة الإسكندرية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومشاركة وزراء التنمية المحلية والإسكان والتخطيط والتعاون الدولي والتعليم العالي والشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية هذا ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الوزراء الكلماء الرئيسية في الفعاليات والتي تضمن أجواء تفاعلية تشهد جلسات نقاشية موسعة وتنظيم فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية ورياضية تشارك بها وفود دولية ومحلية والعديد من فتحركة الشباب في تشكيل المدن والمجتمعات المستدامة وتأتي إقامة فعاليات يوم المدن العالمي بالإسكندرية والذي ينطلق تحت شعار سنع التغير المناخي من الشباب تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية وذلك ضمن استعدادات الدولة لاستضغطة المنتدى الحضري العالمي ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة في دورة الثانية عشرة بمدينة القهرة في الرابع من نوفمبر المقبل